وعن استعدادات رجال الأمن لخدمة دوفي بيت الله الحرام نضم معنا من مركز القيادة والسيطرة في ميناء مراسل أخبارية فيصل الحاسن فيصل أطلعنا على الأجواء من مركز السيطرة وكيف تبدو أجواء الحرام وحركة الزوار المعتمري وكذلك الخدمات المقدمة لهم فيصل تسمعني نعم عبد الرحمن طبعا كثفت الجهات الأمنية من تواجدها في المناطق المحيطة أو الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وإلى مكة المكرمة للراغبين من المعتمرين ومصلين وزوار يرغبون بالقدوم إلى مكة المكرمة طبعا وصل الارتداد في منفذ الشميسي للمعتمرين القادمين من جدة إلى ما يقرب الكيلو إلى الكيلو والنصف طبعا استطاعت الجهات الأمنية من زيادة الدعم إلى خمسين فرقة تقريبا داخل ساحات الحرم المكي الشريف هناك فرق متوزع حتى في المناطق الخارجية للحرم المكي الشريف أو في الساحات المحيطة أو شوارع المحيطة بالحرم المكي الشريف طبعا حركة المرور يتم إيقافها خاصة في المنطقة المركزية وذلك لتسهيل على المشاهد للوصول إلى حرم المكي الشريف طبعا بالنسبة للحركة المرورية ينضم لنا العقيد الدكتور باسم البدري وهو قائد مهام دوريات المرور في العاصمة المقدسة الحديث أكثر عن الحركة المرورية وعن الطرق التي ينصح فيها المعتمرين أو الزائرين للمسجد الحرام للتوجه إليها للوصول إلى حرم المكي الشريف نرحب فيك عقيد سامي باسم ونقول لك كل عام أنت بخير طبعا اليوم أول جمعة في شهر رمضان البارك تحدثني عن أبرز ما واجهته اليوم كيف شكت الحركة المرورية في العاصمة المقدسة طيب أولا أرحب بك وبعموم المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله كان استعدادنا من وقت مبكر تقريبا من الساعة الثامنة بناء على التوجهات الصادرة من سعدة اللواء عبدالله بن حسن الزهران يكون فيه خطة موضوعة لصلاة الجمعة من وقت مبكر تم تدعيم المناطق المركزية بعدد كافي من الدوريات ومن الآليات ومن ضباط المشرفين على المحاور الأربعة الرئيسية التي تصب على المنطقة المركزية تم تفعيل دور لنقاط الفرز والتحكم من وقت مبكر تقريبا من الساعة التاسعة صباحا بعملية الفرز والتحكم على دخول المركبات للمنطقة المركزية كان هناك تناغم في عملية دخول المركبات مع تزامن زيادة الحركة المشاو ودخولها إلى المنطقة المركزية داخل الحرم الشريف الحمد لله لم تسجل أي ملاحظة كان هناك تدفق عالي للمشاو لم يحدث اختلاط بين المشاو وبين المركبات لم تسجل أي ملاحظة على المحاور الأربعة كاملة الحمد لله في وقت قصير تمكننا من تفريغ المنطقة المركزية قبل الأذان تقريبا بنصف ساعة أو إقامة الصلاة بالأصح على كافة المحاور الأربعة الحمد لله كانت إنسيابية عالية جميع المسلمين المؤدين للصلاة سواء قادمين من خارج العاصمة المقدسة أو الموجودين داخل العاصمة المقدسة أدوا كل الصلاة بكل رياحية بكل طمعنية أبرز ما تبركزت فيه المناطق التي تبركزت فيه الزحام حتى لو توجهوا نصائح للقاصدين بيت الله الحرام أين يتوجهون؟ صحيح زي ما تفضلت كان فيه تدفق عالي من مركبات من محافظة جدة عبر الخط السريع ودخول عن طريق ميدان الدوارق عن طريق أم القرى لكن كان نقاط الفرز والتحكم لها سيطرة لم يأتي عدد كبير من المعتمرين السائقين المعتمرين نظرا لتفعيل دور النقاط الخارجية النقاط الخمسة التي تدخل المرحلة على المنطقة العاصمة المقدسة فعلت بشكل صحيح فتدفق فقط المصلين وتم السيطرة على وضع الحركة على محاور الأربعة كاملة يوم في كثافة عالية لا يقص الأمر على يوم صلاة الجمعة فقط لكن طوال اليوم المعتمرين وقاصدين بيت الله الحرام كيف هي الحركة المرورية في هذه اللحظات الآن؟ صحيح وضع اليوم الجمعة ووضع خاص والتستعداد له كمان خاص لكن الحمد لله كان فيه انسيابية عالية في عملية الدخول كان فيه سيطرة على المحاور الخارجية والداخلية كان فيه توجيه صحيح للنقاط المواقع المواقف الداخلية وهي عندنا تسعة مواقف داخلية وهذه بالأخص للقادمين من داخل مكة وسكان مكة وقاطنيها والحمد لله تمت السيطرة والدخول وانتهاء الصلاة تم تفريغ المنطقة المركزية في وقت قياسي الحمد لله ولم تسجل أي ملاحظة ماذا عن بداية شهر ربضان وإلى هذا اليوم؟ كيف هي الخطة المرورية داخل العاصمة المقدسة؟ الحمد لله إذا جئنا للحصائيات في تزايد في عدد المعتمرين وعدد المصلين مقارنة بالعام الماضي تم تسجيل إحصائية خلال خمسة أيام السابقة بزيادة 17 ألف مركبة في دخولها وتدفقها على العاصمة المقدسة الحمد لله كل هذا وضع في الحسبان كان فيه توجيهات من معالي مدير أمن العام بالمتابعة وسعادة مدير إدارة العامة المرور سعادة اللواء عبد الله بمتابعة كل التفاصيل واستدراك السلبيات اللي حصلت العام الماضي وتفعيل دور الإيجابيات بشكل صحيح الحمد لله السنة هذه كان لنا تواجد ظاهر للعيان كان فيه إشادة من القادمين بالتواجد الأمني والتفاعل مع وضعية الحركة وعدم قفل المحاور وإعطاء الحرية للحركة بشكل كبير وعدم القفل إلا بممرر لعملية المحافظة على المشاة وسلامتهم نعم عبد الرحمن طبعا سنتوجه بعد قليل بإذن الله إلى الحرم المكي الشريف لنرصد الحركة هناك ونزودكم بالتفاصيل إن شاء الله في نشرة الساعة الخامسة نعم بالتأكيد سنكون معك في متابعة متواصلة في نشرات اللاحقة فيصل حاسن ورأس الأخبارية من ميناء وتحديد مركز القيادة والسيطرة شكرا جزيلا لك